المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً انطلاقاً من مبادئها في دعمه وإغاثة للأشقاء والأصدقاء لم تتدخر جهداً في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق منذ بداية الأزمة السورية حيث كان الدعم كبيراً ومتنوعاً حيث استضافت المملكة منذ اندلاع الأزمة ما يقارب المليونين ونصف مليون مواطن سوري وعاملتهم معاملة مواطنيها في الحصول على الخدمات المجانية في الصحة والتعليم بمراحله المختلفة ومن جانب آخر بلغ إجمال المساعدات على المستوى الرسمي والشعبي ما يزيد عن 780 مليون دولار تم صرف معظمها بالتعاون مع الجهات العاملة في كل من سوريا والدول المجاورة حيث خصصت للوفاء باحتياجات اللاجئين ودعم قدرات المجتمعات المستضيفة أن حكومة المملكة العربية السعودية التزمت بالإضافة لما أعلنت عنه في المؤتمر السابق الذي عقده بالكويت بمبلغ جديد قدره 100 مليون دولار ويسرني أن أعلن في هذا الاجتماع عن تبرع حكومة المملكة بمبلغ إضافي آخر قدره 100 مليون دولار وبذلك يصل مجموع الدعم الجديد إلى 200 مليون دولار علما أنه لا يزال يتوفر مبلغ 90 مليون دولار من الالتزامات السابقة لم يتم صرفه وهو متاح للصرف في الفترة القادمة مع ما ذكرته من التزامات جديدة وسيتم تخصيص هذه المبالغ وصرفها بالتعاون كما تم في السابق مع منظمات الأمم المتحدة في سوريا والدول المجاورة الأخرى ترجمة نانسي قنقر